وجبنا الأدلة الموثقة في الشاشة أن آل سعود يدعمون المشاريع الأمريكية ضد المسلمين أعلم أعلم ما هي موالاة يا بي حالة لا تكلم عن الموالاة نتكلم عن مظاهرة 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 المشركين على المسلمين التي اعتبرت من نراخب الإسلام التي نص عليها ويقولون لو أعنتهم بدواه بكتابه بما وما يتولي لهم منكم فإنهم منهم مو التولي مو التولي أشد من التولي مظاهرة المشركين على المسلمين مساعدة الأمريكان في حرب العراق ومساعدتهم في حرب أفغانستان هذه هي ثابتة بالوثاقة المعلنة الموجودة بكل سؤالة كلمتين بالإنترنت تطلع لك التفاصيل الدقيقة ونحن نشرناها وأقمنا فيها الحجة فإذا حمنا عندنا أقامة الحجة لا شك في ذلك أنهم ظاهروا المشركين على المسلمين بلا شك في ذلك وسنوا الربا واعتبروه نظاما وكانوا إلى أهد قريب يمنعون البنوك الإسلامية وهذه تكلم فيها محمد الفيصل بصراحة قال حينما شعيته لا شك لا شك ولكن أيضا أيضا شير الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم المنافقين الذين يعني في المدينة عليه الصلاة والسلام لم يشاهر بهم وصل على زعيمهم وقال لو أعلم الله يخبرهم يخبرهم ما هو دخل تشهير الموضوع؟ ما هو دخل النفاق الاعتقادي في القلب بإنسان يمارس ممارسهم هو علنا يستخدم فيها السلطة النفاق هذول المنافقين ضعاف في دولة مسلمة قوية منافق ضعيف في دولة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم دولة قوية يقودها النبي صلى الله عليه وسلم منافق ضعيف ونفاقه اعتقادي ما هو دخل هذا في عمل كفري صريح تستخدم فيه السلطة والقوة يفرض عليك الربا فرض ويمنعك من البنك الإسلامي ويضع الأموال والقدرات والأجواء والموانئ تحت تصرف الأمريكا من أجل قصف العراق كيف تشبه هذه بهذه واشتخل هذه بهذه لا بس أكسواء هل أنا أولا أنت أفقى من أعمة المسلمين؟ يعني مثلا مثل الإمام أحمد عندما ألزم بإحمد البكور بأخذ خلقه وقران وهو كفر ولزمه عندما قال فقه بغداد يشتمع عليه وقالوا لا نأخذ إمامة بإمامته ولا 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 قال اتفروا هاتفنا قالوا لسنا في فترة قالوا لسنا في فترة أصبح لفترة دون أحمد لا مشكلة إمام أحمد كان يتكلم عن دولة واحدة دولة خلافة واحدة يقودها إمام واحد يحكم بما أنزل الله يحارب تزال في كفر خلينا كمل طيب خلينا كمل دولة واحدة تحارب دولة مسلمة واحدة تحارب الكفار وترفع راية الإسلام وتحكم بما أنزل الله تبنت قضية خلق القرآن بما اعتبره أحمد تأويلا يعني تفادى فيه التكفير تأويلا تفادى فيه التكفير تأويلا لكنه لأنها دولة واحدة أقامت الأركان الأساسية التي شرعت من أجلها الإمام في الإسلام التي توحيد كلمة المسلمين ورفع راية الدين وإقامة الحكم بما أنزل الله والأمر المعروف العمكر بسلطة الدولة ما هو بالعكس ما هو بالعكس يعني تصير مهمتها بالعكس تفريق المسلمين وإفسادهم والحكم غير ما أنزل الله والاتفاق مع الكفار ضدهم ما هو تساونهم متها بالعكس هذه رقم واحد رقم اثنين ابن حنبل رغم أنه لم يقبل برفع السلاح لكنه كان بقوة مع الإنكار وكان يسميه مظلمة وكان يطلب من الناس عدم التعاون معهم وكان يقاطع أي عالم يتعامل معهم ما يكلم حتى كلام أي عالم يتعامل من الحاكم بل أنه حينما وصله خبر أحمد ناصر خزاعي الذي رفع السلاح اعتبره مشتهدا لم يجرمه اعتبره مشتهدا مخطئا لم يعتبره مجرما نحن نخطف من يخطف لا نجرمه تعتبره مشتهد يعني الآن الذي قاتل تكلم عن السلاح السلاح الآن لو واحد ترفع السلاح لابن سعود تعتبره مشتهد مأجور لا لا أكفر أنا ولا ادخل للمسا خلكم يدخل نقول estão غراما لا 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 اشوف ما حتى تكفر ما حتى تكفر الذي يرفع السلاح ما حتى تكفر لлег رفع السلاح اين اين لا switch باللمحتى لا تكفر نتكلم عن مشتهد مأجور ولا آهم لا نعلم ما وصله lapt الاجتهاد يرفع السلاح على البصع Dodge مجتهد اكمل مع الجو رجم't لا إنحن نقول إذا خالف أهل العلم البصيرة فأموهم إن فهو آثم يعني الحسين بن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج بالسلاح على يزيد وخالف كثير مما نصحته بعدم الخروج هل هو آثم؟ نعم يخرج بهذا المعتم Tiny early сколько سيدي شباب أهل الجنة الموضوع صلى الله عليه وسلم يشحب له بانه سيد شبابه الجنة وان موقف الحسين افضل وان موقف الحسن كيف موقف الحسين افضل وان موقف الحسن عام الجماعة كون افضل شيء وكون اثم شيء ثاني افضل كلاهما جيد وبعضهما اكثر اجر من الثاني يا اخي خلينا انت اكرر عليك السؤال الحسين اثم رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه سيد شبابه الجنة اي نعم نعم اثم شكرا رزيلا مع السلامة الاعتداء على ابن ابنت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة لمعنويتك ولا واحد من الصحابة ممن كلمهم الحسين اعترض على خروجه لسبب ديني كلهم اعترضوا لسبب حسابات ان اهل العراق سيخذلونها بس ولا واحد منهم اعترض بحجة ان خروجهم خالف الشرع كلهم اعترضوا على اساس ان اهل العراق سيخذلونها ولا واحد منهم تكلم عنه قال اثم ولا واحد من الصحابة قال عن حسين انه مجرم الاثم فان انت وصلت لمرحلة تجريم الحسين فقد قضي الامر بيني وبينك شكرا زيلا انت الوقت الان احنا مددنا شوي علشان النقاش مع الاخ انكتفي بذا القدر نلتقي غدا ان شاء الله نذكركم باخوان الاصلحيين واصلحيات تشدوا حيركم الى اخر مدى في خدمة اخواننا ومساعدتهم اخواننا واخواتنا ذوي المعتقلين اخدموهم الى اخر مدى في الاستعداد للتجمع هي سهلة جدا ان ترى صل الجمعة واجلس في مكانك رجال والنساء لا تسوي شيء ابد لا تطلع ولا تسوي يعني لا فتاءة ولا اصوات اذا صار اجتماع جيد وصار الجو مناسب كيف قاعد تسوي افعل ما تشاء لكن الاصل انك تصلي وتبقى في المسجد لمدة ساعة او ساعتين اصدعكم الله والسلام عليكم